اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موضوع استثمار الوقت الوقت طبعا النبي عليه السلام نهى عن سب الدهر نبدأ بهذا الحديث نهى الحديث القدسي يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني الواحد يسب الأيام ويسب السنين ويسب الساعات ويسب لحظات عيشتا والله هو خالقها الله سبحانه وتعالى يعني شلون انت تسب الخالق اللي اللي عطاك الوقت يعني أبسط ما فيه كده يعني الله لا يبارك بالساعة اللي عرفتك فيها الله ياخذ الجيرة اللي جاورتك فيها وكده يعني اني أنا أسب اليوم اللي عرفتك فيه أعوذ بالله أنزين أي مثلا كورونا الكورونا ذبحتنا الكورونا الكورونا السوت فينا ما غير حضر وحجر وتطعيم وذبحتنا ويذمر من الكورونا والله احنا عايشين بخير وصحة وعافة ياتنا هالكورونا اعفستنا ولعوذتنا حسبي الله على الكورونا زين ليش يعني انت حين قاعد والله وانا كل سنة حلوة والله الأبشع سنة بحياتي سنة الكورونا ليش بالعكس انت مؤمن وهذا ابتلاء انت طول عمرك عايش يعني بسستم معين الش حلوة الحين الله سبحانه وتعالى يا سنة سنتين عشت بنظام كورونا يعني قيد حريتك شوية بعد ما انسان مثلا مات وأصيب بالشلل بس قيد حريتك شوي تذمرت وسبيت وكرهت وقعد حاط ايده على خده شا سوى الحين وين اروح وشون اقذرها يعني قاعد الحين كأن في صراع مع الايام وكذا والله والصالحين يتمنون ان الله يمد في اعمارهم لكي يحسنوا لكي يحسنوا من اعمالهم خيركم من طال عمره وحسن عمله يعني الله عيشك سنتين في الكورونا يعني زود من عمرك زين فخيركم من طال عمره وحسن عمل وين احسن العمل منك وين استثمار الوقت الحمد لله لا عندك الحين لا عندك دوام ايام زين قبل قبل الله يردون الدوامات ما كان عندنا دوامات لو ما عندك دوام فبالعكس اني استثمر وكتي بكل شي مفيد في ناس والله اختمت كتب في ناس احفظت احاديث احفظت قرآن في ناس استغلت الوقت بالجلسة مع الاسرة والزوجة والاولاد وشاف انه يقول تعرفت على أهلي قبل كله بره وكله طالع وكله ما اقعد الحين انجبرت قعد حبيت أهلي يحب أهله أكثر بالعكس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فالمؤمن العاقل الذي يستثمر وقته وهذا الوقت اكثر ما اراه عليك يضيعه واذا انت تضيع الوقت انت قاعد تضيع عمرك يبنى يبنى آدم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك انت يعني اذا لما انت قاعد فاليوم اما لك واما عليك يلا احلى يوم عندي بالدنيا اليوم الذي لا اعصي فيه الله عز وجل يوم اللي الله يوفقني وما عندي فيه معصية هذا احلى يوم يوم مناي يوم ساعاتي يوم عيدي يوم فرحتي هذا ودي كل ايام تكون نفس هذا اليوم ليش يعني فعلا استثمرت وقتي بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعض الناس عبالة طاعة الله سبحانه وتعالى لازم صلاة لازم زكاة لازم صوم لازم حج لازم صدق لازم صدق يا جماعة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الأخلاق عبادة الصلاة عبادة بر الوالدين عبادة دوامك عبادة نومك عبادة أكلك عبادة ذهابك للصلاة عبادة السفر عبادة يعني أي أمر تفعله بنية ارضاء الله سبحانه وتعالى هذا عبادة إذن النية هي المفعول السحري الذي يحول العادات إلى عبادات فإحنا العبادة اسم شام الجامع ممكن أنا أخلي كل أفعالي عبادة سواء كانت هي دنيوية بالنية الحسنة أصبحت عبادة واحد يا جماعة راح الدوانية صارت ساعة تسع يلا جماعة بروح بيت وين وين إش دعوة تول ناس يقعد بس قطها شدي ولا جماعة أنا وراي الصلاة الفير مع ابتسامة مو بعد بعض الدعاة الله أو بعض الناس الله هداء إيه مثلكم سهارية لا صلاة لا شيء بعدين لا أذمهم أنت أدعوهم طريقة ذربة شوف قبل أن تقوم إجماعة أنا ذنكم والله بسر البيت خير والله سؤالي فيكم ما تنملك لكن والله صراحة أخاف ما أقوم صلاة الفير أخاف ما أقوم صلاة الفير أنت قل جملة كأن قلت لهم دعوة كأن قلت لهم كتاب كامل بجملة وحدة دعوتهم إلى شيء اسمه الحرص على صلاة الفجر فالنوم صار عبادة أنا أنام عشان يكون جسمي أقوم ويكون جسمي نشيط وما يقول الشيطان بإذني وتروح عليه صلاة الفجر وأطبق الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله بل إن سنة الفجر ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها إذن هذا استثمار الأوقات عندك وقت خل بالدعوة خل بالعبادة خل بالأعمال اجتماعية حتى الرياضة الرياضة تعال أنا حين قاعد أتسبح شون الله يعطيني أجر أقول تعال تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير ورحب الله من المؤمن الضعيف شون يكون جسمي يعني مترهل أو كرشة أو ما عندي لياقة ولا جسم ما شاء الله نشيط وزين وعندي هم وأقدر وروح واتحرك وروح المسجد وروح أبر والدين وأتحرك مو قاعد ما أقدر أتحرك ثقيل تنبل أو مثلا يعني فيني بعض الأمر ما أمرض ليش ليش فأقول لك ففعلا يعني استثمار الأوقات بالشيء اللي يعود عليك بالنفع والله ما في نفع أفضل من حسنات آه زين وين شيء يسمونه تطوير الذات وين شيء يسمونه تطوير الذات أنا أبي أطور ذاتي أبي أنا عندي أخلاق عندي صفات عندي شغلات عندي كذا بس أبي أحسنها أبي أزيد أبي أضيف وتخلص من الصفات الموزينة وهذا أيضا كل أبي التخطيط يعجبني اللي خطط أنا خططي حق حق سنة مثلا 21 أني أسوي كذي حط له إنجاز معي نعمة كل السنة كل السنة قاعد يحقق هدف هذا خلال سنة هذه والله ترى يعني خلال جمسنا راح يشوف أنه فعلا إنسان سامحون يعني هادف وليس بإنسان يعني تاف أو ما عنده أي إرادة ما عنده أي عزم حق تطوير الذات أو يكون إنسان راقي لما طالع الناس ما شاء الله عنده علم أكيد يتعلم حافظ أكيد تحفظ يعني ما كو شيء يا بالساهل ما كو شيء يا مني والطريج كل شيء كل واحد فينا حط له هدف وتعب على ما وصل له الهدف يبي له مسير يبي له جهاد يبي له عمل يبي له مكافح يبي له مجهد لين أحقق هذا الهدف فأنا حين قاعد أتعب عشان أحقق أهدافي إذا أنا قضيت وكتي بشيء مفيد نعم فبعض الناس يعني بعض الناس حتى عبالنا حتى لما أروح عند أمي وبي لو بس أقعد معاهم لو بس أضحكهم لو بس أنكت لهم لو بس أطاولهم أي شيء لو أقولهم أي سالفة حلوة كذا هذا أنا قاعد أسوي أمر عظيم عند رب العلم استثمرت وكتي ببروالديني يعني بزيادة العلم بالثقافة بالدعوة بالنصرة بالإغاثة إذن عندنا واحد شغلات تساعدنا على استثمار الأوقات وطبعا نحب نضيف إنه من أشكال اللي هي استثمار الأوقات واللي فيها الأجر العظيم اللي هو اللي هو استثمار الأولاد والله يجماعه لعيال كنز ولعيال ذخر وينشأنا الفتيان منه على ما كان عوده وأبوه يعني في ناس بالله العظيم كل ثروته وكل فلوسه وكل ما يملك في سبيل تعليم يعني أبي لهم أحسن تعليم يبي لهم أحسن محفظ يوديهم أحسن نادي يعني ما شاء الله أبو يفتح عينه على عياله يبي يسويهم خير والله العظيم فعلا حيكون بإذن الله باشر لهم وحق عيالهم إن شاء الله في المستقبل ففعلا نحن اللي يتعب العياله ويستثمر كل جهدة وثروتها فيهم والله مو خسارة هذا ربحان يبي يدعو الله هذا من دعا إلى أخذها هذا اللي ربع عياله وباشر العيال والذرية اليوم القيامة هذا وإحنا بينك عندنا خيرنا نبي نبي يعني أنا بخيري حق عيالي وحق الناس إذا عندي فائض حق الناس بسوالله حق عيالي أولى وإذا عندي زيادة حق الأقارب وحق الناس وهذا فعلا نعم الاستثمار الله سبحانه صلى الله عليه وسلم أن ينفقنا لهذا الاستثمار والتوفيق والنجاح ويعطيكم العافية مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتغيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى